بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين أبي القاسم محمد وآله طيبين الطاهرين وصلنا بكم أعزائي إلى السؤال الخامس الفرع ألف طبعا أجب عن فرعين جد المساحة المحددة بالمنحنيين F of X تساوي نصف X G of X تساوي جذر X ناقص واحد من يريد مني مساحة بين منحنيين أول عملية من التفقين نسويها هو تساوي الدالتين من بعد تساوي الدالتين رح أستخرج دالة مولدة والدالة المولدة هي فرق الدالتين توصلنا هو أي أسئلة تقول فرق الدالتين هل هي الدالة الأولى ناقص الدالة الثانية لو الثانية ناقص الأولى أنا أقول لك بكيبك إذن فرق الدالتين أولى ناقص ثانية ثانية ناقص أولى المهم هذا فرق الدالتين رح السوي له رح السوي بالصفر وتجد حل المعادلة شون حل هاي المعادلة هذا حوله إلى الطرف الآخر إلى الطرف الآخر في الصورة هذه حتى أقول بتربيع الطرفيا هذا شرح يصير عندي ربع اكس تربيع هنا رح يبقى عندي فقط اكس ناقص واحد بعدين أضرب في أربعة أصفر المعادلة أحل هذه المعادلة رح تطلع الاكس تساوي اثنين والثنين تنتمي إلى الفترة اثنين خمسة ولكنها طرفية إذن رح يصير عندي تكامل واحد من اثنين إلى خمسة إذن تكامل من اثنين إلى خمسة المعادلة للدالة المولدة سهنا وصلتني رسالة من أحد الطلاب من شرحت هذا السؤال في درس السابق يقول ليش ما أكامل هذه الأكس ناقص اثنين تربيع مو أسهل أقول لك إذا كانت الدالة المولدة لها أكثر من صورة واحدة عند التبسيط والحل فيجوز إجراء التكامل على أي منها ما لم نضرب بعدد نقسم على عدد نجذر الطرفين الربع الطرفين فس أنا سويت هنا إذن هنا من قلت بتربيع الطرفين بعد كل شيء بعد ممنوع لحل المعادلة جائز ولكن لإجراء التكامل مجائز إذن المن راح أكامل راح أكامل هذه الصورة إذن شنو تكامل النصف أكس راح يصير ربع أكس تربيع وتكامل الجذر أكس ورما حوله إلى أسس راح يصير بالصورة اللي موجودة قدامك طبعا يفضل تحويله إلى جذور قبل التعويض راح أعوض حد على وحد أدنى إذن الجواب يساوي 7 على 12 وحدة مساحة هذا ما يخص الفرع ألف ما يخص الفرع بأولادي إذن هذا السؤال جد قيمتي أكس وواي الحقيقيتين التي تحقق المعادلة من أريد حل هذا السؤال أول شيء من عندي واحد زائد آي بالمقام عندي واحد ناقص آي بالمقام إذن يفضل التخلص من الآي في المقام إذن نضرب كل واحد منهم البص والمقام بمرافق المقام إذن بالحالة الأولى راح أضرب في واحد ناقص آي على واحد ناقص آي الحالة الثانية واحد زائد آي على واحد زائد آي حاصل ضرب أي عدد مركب في مرافقه يساوي مربع الحقيقي زائد مربع التخيلي إذن هنا توزيع هنا توزيع إذن راح يصير عندي ما إليه إذن راح يصير عندك هنا شنوى؟ اثنيا آي تربيع سالب اثنيا وهي الواحد يعني سالب واحد ناقص ثلاثة آي هنا شرح يصير عندي سالب آي تربيع واحد وهي الثلاثة راح يصير أربعة زائد اثنيا آي حالة اثنيا كلها مضروبة في واي يساوي ثلاثة ناقص واحد وعشرين آي انتوا هنا مخيرين بين أمرين الأمر الأول بأن هذا من حوله إلى صيغة جبرية الثنيا مرة يصير جوه الحقيقي مرة يصير جوه التخيلي وهنا نفس الشيء الصورة الثانية تقول آني هذه الثنيا شكلت لي مصدر إزعاج أريد أضرب المعادلة كلها في اثنيا أقول لك ولا يهمك أضرب هاي المعادلة كلها في اثنيا شوف شلون صارت معادلة حلوة فهذا الـ X راح ينضرب مرة بالأول مرة بالثاني الـ Y راح ينضرب مرة بالأول مرة بالثاني ومن ثم راح أجي أجمع حقيقي زائد حقيقي وتخيلي زائد تخيلي إذا تساوى عدديا مركبيا فإن الحقيقي يساوي الحقيقي معادلة رقم واحد تخيلي يساوي تخيلي معادلة رقم اثنيا اتحل هذه المعادلتين بأي طريقة عجبك آنيا أو تعويض المهم الـ X تساوي 18 عندما الـ Y تساوي 6 إذن هذا ما يخص الفرع باء الفرع جيم أعزائي متوازي سطوح مستطيلة قاعدته مربعة إذن إذا هذا X وهذا X وهذا الارتفاع هو H ولكن إش داي يقول لي بالسؤال داي يقول لي وكان ارتفاعه يساوي ثلاثة أمثال طول قاعدته جد الحجم التقريبي له عندما يكون طول القاعدة يساوي 2.97 بالبداية من داي يقول لي جد الحجم التقريبي له يعني معناها اكتب قانون حجم متوازي المستطيلات اللي هو شنوة وراء ما فرض الطول القاعدة والارتفاع مساحة القاعدة في الارتفاع يعني معناها مساحة المربع X تربيع في الارتفاع H وعندها رح أجي أعوض مكان الـ H 3X إذن رح يصير عندي V of X تساوي 3X ملاحظة حاجيها في دروس سابقة لإيجاد القيمة التقريبية لقوانين الأشكال الهندسية نكتب القانون كتبنا القانون فإذا علم من القانون طرفه الأيمن فإن القانون يمثل الخطوة الأولى في الحل وإذا علم من القانون طرفه الأيسر فنحتاج إلى التعويض والتبسيط ثم التقريب يعني شنوة يعني لو أني قالي لك بهذا السؤال لو أني قالي لك الحجم يساوي مثلاً 28 لو قالي لك الحجم يساوي مثلاً 28 إذن ش رح تقولي هنا رح تقولي 28 تساوي 3X تكعيب يعني معناها رح يصير X تكعيب تساوي 28 على 3 يعني معناها الـ X هذا ش رح يساوي رح يساوي جدر التكعيبي لـ 28 على 3 طبعاً هنا أخوة ما رح يجيك 28 على 3 رح يجيك فتعدد يعني قابل للتقريب إذن المهم إذا عندك معلوم الطرف الأيسر فنحتاج إلى التعويض والتبسيط ثم التقريب وياي إن شاء الله أما إذا معلوم الطرف الأيمن فإن القانون يمثل القطوة الأولى بالحل يا عدد قريب من 2.97 أقدر أكعب بسهولة هو الثلاثة إذن الـ A تساوي ثلاثة الـ B 2.97 الـ H الفرق بيناتهم B ناقص A سالب ثلاثة بالمية V للـ A رح يصير عندي ثلاثة في شنوة هذا مو ثلاثة هذا تكعيب إذن هنا للتصحيح إذن هنا رح يصير هنا تكعيب يعني معناها هنا ما عندي تربيع ما عندي ثلاثة وهذا رح يصير عفواً هذا رح يصير تربيع إذن ش رح يصير عندي رح يصير ثلاثة عفواً تكعيب نرجعها تكعيب إذن دعوضها هنا إذن ثلاثة تكعيب جغل 27 في ثلاثة رح يصير عندي جغل رح يصير عندي 81 بعدياً رح أجي أشتق الدالة بالنسبة إلى X وعوض الأي 81 بالصدفة وبعدياً القانون النهائي والتعويض إذن هذا ما يخص السؤال الخامس أولادي إذن نستمر وياكم ورح تشوفون السؤال السادس في المقطع الأخير إذن أعزائي لا تنسوا الاشتراك بقناتي على اليوتيوب قصي هاشم ليصلكم كل جديد وكذلك الاشتراك بقناتي على التليجرام لأن كل الإعلانات رح تكون على هذه القناة إذن انتظرونا وحل السؤال السادس